أحييكم مشاهدين اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز إقرار الجيش الإسرائيلي أمس وللمرة الأولى بأن الصحفية شيرين أبو عقلي قتلت على الأرجح بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار عليها لا يصل إلى حد القبول النهائي بمسؤولية إسرائيل عن قتلها الصحيفة تضيف أن هذا الإعلان تحول في الموقف الإسرائيلي المعتاد الذي كان يردد أن شيرين ربما قتلت بنيران فلسطينية هذا التحول عقب تحقيقات مستقلة عدة وجدت أن شيرين قتلت برصاصة أطلقت من موقع عسكري إسرائيلي وأظهرت الأدلة أنه لم يكن هناك فلسطينيون مسلحون بالقرب منها أثناء إصابتها بالرصاص وأبرزت الولد سريت جورنل أن أفراد عائلة شيرين أبو عقلي نددوا بالتحقيق الإسرائيلي واعتبروه محاولة لإخفاء الحقيقة والتهرب من تحمل المسؤولية عن إطلاق النار ودعوا إلى إجراء تحقيق أمريكي مستقل وقالت العائلة في بيانها أنها ستواصل مطالبة الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها المعلنة بالمسائلة واتخاذ إجراءات بهذا الشأن وتقول الولد سريت جورنل أن شهودا فلسطينيين أكدوا لها أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار قرب موقع مقتل شيرين من جهتها أوردت صحيفة هارتس أن الولايات المتحدة مارست على مدى شهور ضغوطا على إسرائيل خلف الكواليس لنشر نتائج تحقيقها في مقتل الصحفية شيرين أبو عقلي كما حث مشارعون أمريكيون منتقدون لإسرائيل وفق وصف الصحيفة وكبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حثوا الإدارة الأمريكية على إجراء تحقيق مستقل خاص بها في جريمة القتل وواصل المسؤولون الأمريكيون الضغط على إسرائيل بشأن هذه المسألة خلال الأسابيع الماضية بما في ذلك خلال محادثات منفصلة بين نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان ووزير الأمن العام الإسرائيلي عمر بارليف ومستشار الأمن القومي أيال حولاتا قالت الفينانشل تايمز في افتتاحيتها أن التعامل بفعالية مع أزمة الطاقة في بريطانيا سيكون اختبارا رئيسيا لرئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس وتضيف الصحيفة أن ليز تراس ستحتاج بسرعة إلى بناء الثقة في نفسها وحكومتها ثقة مع الجمهور الذي يخشى فواتير الطاقة هذا الشتاء ومع شركات توزيع الطاقة التي شعرت بأنها منبوذة من قبل اثنين من أسلاف تراس وتعتبر الافتتاحية أن الوقت هو جوهر المسألة وأن الطريقة التي ستتصرف بها رئيسة الحكومة الجديدة وحكومتها في بداية مسارها ستكون حاسمة لجهة تحديد مدى قدرتها على طمأنة المستثمرين داعية رئيسة الحكومة الجديدة إلى التحلي بالجرأة في مواجهة التحديات التي تواجهها بريطانيا تختم الصحيفة بالقول أن الحكم على ليز تراس سينطلق من مدى استعدادها لفعل ما يلزم لمساعدة العائلات الهشة والشركات الصغيرة على دفع فواتير الطاقة هذا الشتاء نشر موقع ميدل إيست آية البريطاني مقالا للكاتب بيتر نوبورن قال فيه أن الأفكار لا تهم رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة بل أن مغنمها السلطة فقط يشير الكاتب إلى أن ليز تراس كانت ضد موقف الحكومة البريطانية الذي تبلور في ديسمبر كانون الأول الماضي بمعارضة أي إجراءات أحدية من جانب إسرائيل في القدس والأهم من ذلك أنها أدلت بموقفها في رسالة وجهتها إلى مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين وهي جماعة ضغط مؤثرة في الحقل السياسي ببريطانيا ويقول الكاتب أن التهمة ضد ليز تراس أنها كسل فيها بوريس جونسون مستعدة للتضحية بالمصالح الوطنية من أجل تعزيز مسيرتها السياسية في مجلة الفورين بوليسي حث القاد السابق للقيادة المركزية لموشات البحرية الأمريكية سام مندي على أهمية تعاون دول الخليج وإسرائيل في إنشاء قوة مشتركة لتعزيز الردع والأمن في المنطقة على غرار حلف شمال الأطلسي النيتو وتعمل إسرائيل وبعض دول الخليج مع الولايات المتحدة على إنشاء تحالف إقليمي جوي لكن هذا التعاون لا يزال محدودا وفقا للكاتب الذي يضيف أن إنشاء قوة مشتركة فكرة قديمة لكن الآراء حولها في دول الخليج تراوحت بين القبول والتحفظ ويعتبر مندي إنشاء القوة المشتركة أكثر الحاحا اليوم بسبب تعدد المخاطر الحديثة وتنوعها مقارنة بالماضي إضافة إلى أن التحالفات الإقليمية القديمة كقوات درع الخليج لم تعد بالضرورة مواكبة لمتطلبات اليوم الكاتب وفي حماسه لضم إسرائيل إلى تحالف عسكري مع دول الخليج أوضح أن أي خطوة عملية في هذا الاتجاه ستضيف لبنة أخرى في بناء اتفاقات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل وبعض دول الخليج كتب مصطفى نواز في الجاردين البريطانية أن الدول الغنية تسببت في فايضانات باكستان الكارثية وكان ردهم الجمود واللا مبالات الكاتب وهو عضو السابق في مجلس الشيوخ الباكستاني أضاف أن بلاده تساهم بأقل من 1% من الانبعاثات العالمية لكنها ضمن الدول الأكثر عرضة لأثار التغيرات المناخية معتبرا أن كل قمة مناخية فاشلة أمر محبط بالنسبة لها ويشير إلى أن فشل الدول الكبرى ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في التوصل لتوافق بشأن خفض الانبعاثات سيضطر الجنوب للتصرف بمفرده الكاتب دعا الدول المسؤولة عن جزء بسيط من الانبعاثات كباكستان لكنها معرضة أكثر من غيرها لمخاطر التغير المناخي دعاها إلى بحث أن تنظر في تشكيل تحالف خاص بها لتسليط الضوء على محنتهم وللضغط على الملوثين الأسرياء لإنشاء صندوق من شأنه أن يساعدهم على التعامل مع أثار الكوارث المناخية رجحت مجلة الإيكونومست أن موجات الحر والفيضانات في العالم ستكون أمرا متكررا لسنوات مقبلة تضيف المجلة أن العالم عانى كثيرا من الطقس القاسي هذا العام ورأت أن عزو أي حدث إلى التغيرات المناخية أمر معقد وتنقل عن كارولين وين رايت علمة المناخ في إمبيريال كوليج في لندن أن كل حدث هو مزيج من تنوع المناخ عبر العالم وتقلباته وتعتبر المجلة أن من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان وجود أنظمة إنذار مبكر لتنبيه البلدان من الكوارث المقبلة وللمساعدة في اتخاذ إجراءات الوقاية منها وشكلت الأحداث المناخية القاسية هذا العام خلفية مثيرة لاجتماع مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المرتقب في مصر مع تساؤلات طالة انتظارها بشأن من يتحمل اللوم والأهم من ذلك من سيدفع الفاتورة أوردت مجلة جون أفريك أن محكمة فرنسية في باريس حكمت الأسبوع الماضي بأن شركة النفط القومية الليبية التي تضم أكثر من جهة مساهمة في رأيس مالها مملوكة للدولة ويجب معاملتها قانونيا على هذا الأساس المهم في الحكم أنه وفق المجلة يفسح المجال لمصادرة أرصد الشركة في فرنسا لدفع ديون ومستحقات شركات سويسرية قدمت خدمات للنظام الليبي وأفراد من عائلة القذافي المجلة لم تذكر حجم الأرصد المملوكة للشركة الليبية في فرنسا لكنها نقلت عن مصادر أنها تكفي لدفع كل الديون المتراقمة وقال محامي أحد الشركات السويسرية المتأسسة ضد الدولة الليبية قال إن نظام القذافي توقف عن دفع مستحقاتها عام 2008 إثر اعتقال هاني بعل القذافي في سويسرا لأيام عدة شكرا لمتابعتكم مشاهدين شكرا للمشاهدة